كنا أقل نتلاقى تعادبونا وتلومونا وفي الآخر تصالحونا هكذا حملت قلوبنا ذكرى البلابل في غياب سنوات من الغربة والليل والشجن ويا قطار الشوق لو تعرف غلاوت الريد كنت نسيت محطاتك وكان بدرت في الميعاد وكان حركت عجلاتك ولو درت البلابل أننا أول سنوات نحسب في محطاته أخيرا عادت البلابل بعد غياب السنين لنشهد رجوع الجمر ليوطن الجماري عشان غزان تمرح بيهم تفرح إذن هي عودة نحتاجها ويحتجنها فقلوبنا ظلت معلقة بأسى ذلك المكان الأخضر حيث روعة الكلمة ودفء اللحن وسحر الأداء زمان شكلت فيه البلابل مع الرائع بشير عباس ظاهرة فنية ما تخططها السنوات ولا عجلات تطور الغناء المتجه حثيثا إلى الخلف ما زادتها إلا بريقا على بريق وألقا على ألق وبالزيادنا وطن نور كل زينة بنا تلصم أمال حياة هادية أجيال معكم معرفة طعم الحب والتمني والتغني فأنتنا كنتنا ولا زلتم وستظلون علامة في جبين الوطن الأسمر إسماعيل تيسو كعادته أدحفنا بهذا التقرير رجعنا لك وكيف نرفض رجوع الجمرة لوطن الجماري هكذا هو لسان الحال وهكذا تلاقت الأنفس والأرواح وأشرقت الشمس لتعانق الإصباح فقد اجتمع الشمل ليؤذن فجر الإبداع روعة ودهشة وإمتاع كيف لا وقد هلت البلابل وهلت معهن الفرحة تملأ الأسارير وتفرهد القلوب وتطوي سنوات عجاف من الغربة والليل والشجن غربة امتدت لأكثر من عشرين عاما تعود بعدها البلابل عصافير تنثر النغم الشجي والسحر الوضي وتتدفق شلالات تسقي الأنفس المتشوقة لكل رائع وجميل وما أحلى ساعة أن يلتقي المبدع بجمهوره بعد طول غياب مرحبا بالشعب السوداني الجميل الطيب والواحد جد مسرور جدا جدا أنه حيلتقي بجمهوره اللي طول طولنا منكم جدا جدا ونتمنى أنه ننال الإعجاب وطبعا نحن عند الجيل القديم لازلنا متعلقين بأزهانهم بصورتنا الأولى اللي ظهرنا بها فأتمنى أنه يعني الأغاني الجديدة والأشياء الجديدة اللي نحن سنعملها والحفلات تنال قبول الجيل القديم والجيل الجديد بإذن الله بعد عودتي للسودان وجدت أنه فيه تغيير كبير جدا والواحد بيجي لكن فيه فترات متقطعة وبعيدة فوجدت تغيير كبير جدا ولازمنا بنتابع يعني بالإنترنت والقنوات الفضائية والإذاعات بنتابع الواحد بيتابع لكن غير لما نيجي ويعيش في واقع الحياة ويشوف أنه فعلا فيه فنانين كثيرين وفنانات كثيرات جدا جدا أصوات جميلة ظهروا وده حاجة يعني بتزعيد الواحد جدا جدا في أنه فيه انفتاح غير عادي في السودان وليس بس فقط في الوسط الفني الملاحظ في كل الأشياء الأخرى في كل مجالات الحياة الأخرى في انفتاح واسع وكبير وإن شاء الله ربنا يطور بلدنا أكتر وأكتر وينميها ونشوف الشعب السوداني مسرور وسعيد ومثله مثل الدول المتقدمة والمتحضرة وعلى قمة اللايحة في الدول العالمية تجربة البلابل الغنائية التي انطلقت وازدهت وازدهرت قرابة الأربعين عاما يقول المختصون أنها لم تتأثر بغياب الثلاثي عن ساحة الفنية السودانية البلابل بدل مشوار دي في وقت فيه وكان غناء المرأة مسألة فقاية الصعوبة لغيود اجتماعية كثيرة جدا فالبلابل ما بنقدر نقول عليهم تجربة بقدر ما بنقول عليهم إنهما بصمة حقيقية في مسار الأغنية السودانية مقدموا أعمال غنائية موسيقية ممتازة جدا تكامل فيها جهدهم مع الأستاذ المصيغار بشير عباس فحقيقة كانوا هما دعامة قوية جدا لانطلاقة القنية النسائية بشكل مؤسس جدا وبشكل رسالي واعي ومدروس فبفتكر إنه عودة البلابل للسودان واستئناف مشاط مرة ثانية حقيقة بعيد للقنية السودانية رونغة وجمالة وبخرج من دائرة الانفلات الحاصل دلوقتي ونحن بنعاني منه فإنه جزء كبير جدا من الشباب والجيل الجديد استمع لكيفية الأداء وكيفية التلحين وكيفية التطريب والجمال الغنية وجمال التعبير فيها فابتكر إنه هما محظوزين جدا إنه يعني يلحقوا إنه يسمعوا البلابل المرة الثانية بعد توقف دام فترة طويلة جدا وأنا سعيد حقيقة إنه أقوم من ضمن الفرغة المنتخبة لإنه تتعاوم معهم في الفترة الثانية دية وتنفذ أعماله وكان عندي تجربة معهم إيجي زي ثلاثة شهور كانت في الولايات المتحدة في شيكاغو وديترويت وكانت حقيقة يعني تجربة جميلة مثمرة جدا وعندهم وجود جمهور عري جدا في الولايات المتحدة فأنا بتمنى لهم يعني إقامة طيبة وبرنامج جميل ينفذ بشكل جميل جدا ويرضي أزواق كل المستمعين والمشاهدين قروبات واستعدادات مكثفة رصدتها كاميرا الشروق للبلابل وهن يتهيئن للعودة مجددا إلى ساحة الغناء السوداني والآمال تملأهن بأن يعدن مجد البلابل وسيرتهن الأولى نحن وقفنا فترة طويلة جدا يعني ما غنينا هنا في السودان بحكم وجود هذه الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وهسا لما رجعوا إن شاء الله لابد لينا عودة زي ما يقول فأتمنى أنه يعني نقدر نستعيد مجد البلابل ولو خمسين في المية من زمان والله في أغاني كثيرة جديدة يعني حنختار منا ثلاثة أربعة في الأول بعد ذلك لقدام بندي الزيادة بإذن الله أغنيات جديدة وألحان متجددة تملأ حقيبة البلابل جئنا بها لمواصلة مشوار سياغة الوجدان السوداني بالجميل والبديع من المفردات والأنغام التي كان للموسيقار بشير عباس القدح المعلّة في اختيارها وتلحينها والله طبعا زمان كنا شوية صغار فكان الواحد المبتدئ الأستاذ بشير عباس أو أبونا بشير عباس كان بيمثل لنا يعني كانت علاقته بين أسرية أو أصبحت أسرية وأصبح مثل الأب الروحي بالنسبة لنا يعني خالي باله مننا فكان عشان كده الثقة كانت قوية ولا زالت وإن شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية هو طبعا في كندا دلوقتي بعمل عملية فإن شاء الله ربنا يشفيه ويعود بالسلامة لوطنه ومقدم شي الفترة اللي يعني لازلنا معظم أغاني اللي نغنيها أغاني بشير عباس لكن بدنا شوي قليلا في الانفتاح على ملاحنين آخرين فلحنا يعني غنينا لعليسيكيت وغنينا لأستاذ يوسف الموصلي أغاني أكثر من ثلاثة أربع أغاني وغنينا لأستاذ أنس العاقب للهادي ودى الجبل فبدأنا أن نفتحوا حتى حسا مبارحة القريبة دي جون الشعارة شباب بيعرضوا علينا أشعار وملحنين من الملحنين الشباب الحديثين فإن شاء الله يكون في تعاون عشان نشوف بين القديم نعمل ميكس نخلطة بين القديم والجديد وإذا كانت عودة البلابل تحمل بين طياتها تمازجا ما بين الجديد والقديم فإن الفرقة الموسيقية التي تصاحبهن تمتزج هي الأخرى ما بين الخبرة والشباب فمن العازفين من كان طفلا عندما كنا البلابل يغنين لا يشرف أنه أكون من الناس أو من القروب المشارك في العمال تقدم البلابل بالنسبة لي طبعا البلابل كانت بناء وجدان مما نحن نشفع صغار يعني وبنسمعهم طبعا نحن نشفع صغار وجاءت الفرصة أنه نحن نقوم نشارك معهم ونحن كبار والواحد يتشرف ينشتغل معهم ويصنع معهم الحاجات الجميلة الانصناعاتنا نحن كمان كفنانين وزادت من وجداننا السوداني ونشارك معهم في أدفلاتهم ونشارك معهم في أعمالهم عشان يرجعوا الحياة الجميلة للجيل التاني ستأدت تحتنا والجيل بتاعنا ساتوا عشان الحياة الحاصلة أو المرج الحاصل ليمادي في الساعة ويتمنى أن الواحد يتقدم معهم حياة جميلة موسيقى والعلى الواضح أن ابتعاد البلابل عن الساحة الغنائية في السودان لم يؤثر على الأداء فما زال الصوت يحتفظ بطلاوته وحلاوته وتطريبه العالي آخر مرة إحنا كبلابل التقينا بالجمهور من خلال التلفزيون سهرة الفكي عبد الرحمن كان سبعة وثمانين لكن واصلنا الغناء برضو بشكل تسجيلات في سيديز شرائد والتقينا في أصمرة 95 وغنينا برضو لايف هناك في عدة مدن في أيرتريا وبعدها طبعا نوامال موجودين في أمريكا يعني بنغني مع بعض باستمرار في كل الولايات للجاريات السودانية وشاركنا في عدة مهرجانات حصلت في نيويورك في 2007 وفي شيكاغو وفي ديترويت في 2008 ومواصلين نشاطنا نوامال وعمل مسيدي جديد برضو لبلابل لكن لسا ما نزل أسواق ونتمنى أن يعجب الناس يعني إذن عودة البلابل إلى ساحة الغناء السوداني من جديد حدث جدير بالاهتمام والمتابعة فالعودة تواجهها عدة تحديات تتعلق بواقع مختلف وجيل مختلف أنا أفتكر إنها مناسبة تاريخية لما للبلابل كظاهرة غنائية سودانية متفردة وفريدة جدا جدا يعني هم غنوا في وقت يعني يمكن لسا مجتمعنا كان النظر رغم إنه سبعون كثير من الفنانات المخضرمات يعني من زمن ناس محلة العبادية وفاطن الحاي وعائشة الفلاتية وغيرهم لكن ظهورهم هما في أعمار مبكرة جدا 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 في بدايات السبعينات وهم ليست طلبة يعني يمكن في المدارس المتوسطة أو المتوسطة لو ما سأنا علا عليهم تسعفني الزاكرة فالجمهور تقبل قبول كبير جدا يعني إن صحب تعبير يمكن نقول هما أصبحوا ظاهرة جماهيرية أو فنانات جماهيرية تدية حاجة ما يعني ما في فنان بصلاب الساهل ما لم يقوم هو فعلا حناء فنان حقيق وفنان عنده أعمال فنية مميزة وبرضو ما ننسى في هذا السياق يعني الأستاذ الموسيقار يعني رد الله قربته ومدى 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 الصحة والعافية الأستاذ الموسيقار بشير عباس وكثير من الموسيقين الآخرين الذين عاملوا مع البلاب مثل الأستاذ أنس العاقيب وكثير من الملحنين لكن أنا ممكن تقريبا أغلب أعمال هي للموسيقار بشير عباس فدية بالنسبة للشعب السوداني أنا ما دار أتنبأ بها حاجة لكن بأفتكر إنه ده حدث تاريخي والشعب السوداني بحسه وبفطرته وبحبه للشي الجميل والبلابل كمغنيات يعني جماهيريات حيجد صدى كبير والطيب أنا أعتقد من الجمهور السوداني وهكذا تعود البلابل لتشنف الآذان وتعيد صياغة الوجدان تعود البلابل ويعود معهن النغم الجميل نور بيتنا شارع بيتنا يوم جيتنا اسماعيل تيسو لبرنامج كاميرا الشروق الخرطوم موسيقى